أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي الحرص على المتابعة الدقوبة لخطوات تجهيز لمؤتمر المناخ وتوفير مختلف أوجه الدعم لضمان تنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي الهم جاء ذلك خلال اجتماعا لرئيس الوزراء لمتابعة بهود التحضير للصدافة مصر للدورة السبعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قاب 27 والمقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ استعرض الاجتماع أهم القطوات التي تم تنفيذها في إطار التحضير لمؤتمر قاب 27 والموقف التنفيذي للمبادرات المنتظر ترحها على جدول أعمال المؤتمر وأهم أوله التنسيق التي تتم بين الوزراء المعنية في إطار الإعداد لهذا المؤتمر